مشاهدينا برحب فيكم من ملاعب كرة القدم إلى عروض الأزياء في عالم التمثيل محطات لربما تختصر سنوات كثيرة من حياة فنان تونسي وعرف على المستويين العالمي والعربي إذا ما تحدثنا عن أعماله فالحديث يطول ويطول من أبرز ما قدم عالميا خليني أسكر دريم تيم وأيضا محليا قدم آخر ديسمبر عربيا عرفناه بدور حاتم بمسلسل تحت السيطرة ودور سامي بمسلسل 24 قرات العام الماضي أكيد عن أعماله الجديد رح نحكي أنا وضيفي لليوم نجم ضافر عبدين أهلا سهلا فيك شكرا على الاستضافة وتحير كل المتابعين الكل مبسوط بوجودك فيرجينيا دبي والعالم العربي كله أنا سعيد جدا وجودي معكم اليوم الخروج برمضان 2016 عم شوف الأفيشات متصدر أنت وشريف سلامة وضر أوقات بيه خبرنا عن هالعمال عن هالبطول القادمة هو مسلسل ودور مختلف بالنسبة لي على الأعمال اللي قمت بها في رمضان اللي فات واللي قبله دور ظابط شرطة عمر والإطار الكل فيه إطار إثارة بوليسي لكن فيه أيضا جانب اجتماعي مهم نعم عم بحكي عن البطولة ظافر ما لك زمان هيك سفرت على مصر وشفناك بالأعمال واليوم أنت نجم أول مثل كنا عم قل لك تحت الهواء نجم أول بمصر والعالم العربي قدي اليوم الشهرة العربية عن جد بتعني لك يعني أنت من الأشخاص اللي عملت بالعاكس العالم تبلش بالمحلية العربية وتنتقل للعالمية أنت بلشت بإنترناشنال وطلبت الشهرة العربية المهم جدا لأنه في الآخر العمل في العالم العربي سواء كان في تونس ولا في لبنان ولا في مصر ولا في الخليج هو العمل بين أهلك ناسك لغتك تقاريدك فأي عمل تقوم به في العالم العربي الفيدباك من أصحابك من عيلتك يكون مباشر عنده نكهة خاصة مختلفة فبالنسبة لي كممثل مهم جدا أن يكون في توازن بين الأعمال العربية اللي نقوم بها والأعمال اللي نقوم بها في أوروبا كيف شايف الوسط الفن العربي؟ يعني أنت موجود بالوسط الأوروبي وموجود بالوسط العربي وكنت هلأ بدأ أحكي أكيد عن وجودك بالأعمال التونسية الوسط العربي الفني كيف شايفه؟ المنافسة كيف شايفة؟ التواجدك مع جنسيات مختلفة كيف تنظر له عربية؟ التواجد حلو جدا العمل في مصر ممتع جدا ومصر كان دائما حظانة للممثلين العرب من سوريا من لبنان من تونس يعني من جميع العالم العربي موجودين في مصر فأهم شيء هنا تكون عندك إضافة عندك شيء تقدمه للدراما لكن من أول يوم بداية تجربة في العالم العربي كنت مرتاح جدا مع الكاست مع الفريق الفني ونحس روحي كما أقوله في بيتي يعني في داري سنت الماضي مثل ما ذكرت شفناك بـ 24 قرات وشفناك بتحت السيطرة أنا تبعت تحت السيطرة والمشاهدين صاروا بيعرف لأن دايما بيحكي عنه من أحلى المسلسلات على قلبي دورك كان فيه رائع كنت أنترك كنت حس حالي عندي موعد معك ومع نيلي ومع كل طائم العمل ومن المال التين عملت 24 قرات المسلسلين كيف يعني قبلت هيدا المسلسل وقبلت هيدا المسلسل عندما قريت سيناريو تحت السيطرة وقريت سيناريو 24 قرات فيه اختلاف كان وعملت العملية طبعا هذا أهم شيء يكون فيه اختلاف لأنه تكرار نفسك في نفس الموسم يكون يعني مش قرار إيجابي لكن في نفس الوقت هو تحت السيطرة كان عرضه في مصر ولكن شو بيخليك تكون بطل بتحت السيطرة إلى جانب نيلي كريم وبـ 24 قرات كان عابد فهد النجم الأول طبعا لا فمش أشكالي أنه في الآخر أنا كنت عارف أني عامل بطولة في تحت السيطرة وكنت حابة في نفس الوقت أتعامل مع عابد فهد وماجي بغوصن وصيرين عبد النور إنتاج مختلف وما تنجمش تعمل دورين بطولة في نفس الوقت فكان صعب أن يكون بطولة هنا وبطولة هنا فكان أن يكون أثنين أعمالي يكملوا بعضهم فهو الإطار مختلف الأدوار مختلفة فتجربة نعتز بها أيضا سامي وحاتم سامي وحاتم كنا ضائعين بين سامي وحاتم في رمضان الماضي إذا ما نحكي عن أعمالك بدراما العربي يعني ابتداء من مثلا زاكرة الجسد فيرتيجو نيران صديقة فرق توقيت أيضا فرق توقيت تحت السيطرة تحت السيطرة و24 قرات واريدوا راجلا مؤخرا واريدوا راجلا اللي اتعرض الآن على أريدوا راجلا أكيد صديقتي بطول بدأت فيها ننسيته أنا هالأعمال كلها إذا ما نحكي عن عمل عن جد عرف المواطن العربي بظافر عبدينو وحطك على السكة الصح هو لكلها أدوار كل دور له مكانة خاصة عندي بصراحة وكل دور كان كان فتح لي باب آخر بداية من فرتيجو إلى دور حاتم في تحت السيطرة وخالد وخالد فيوريدوا راجلا لكن طبعا تحت السيطرة عمل متكامل جدا عمل لقاء يعني قبال كبير في العالم العربي في مصر فبالنسباني يمثل نقلة نوعية يعني في علاقتي مع في الدراما مع الناس ومع المتابعين فطبعا تحت السيطرة يمثل نقلة كبيرة في مسيرتي في الدراما العربي أنا كمان حبيتك بنيران صديقة وقالت هو النجم القادم إذا قال الله راد على الوطن العربي تحت السيطرة إذا بل نحكي عنه خلال نعطي شوي حقه لهالمسلسل الضخم ده بتشوف أنه مهمة الزاوية لتناولوا مننا الإدمان بهالمسلسل يعني أكيد الإدمان تناولوا بكتير أعمال إن كان سينمائية أو درامية ولكن الزاوية لنحكى فيها بهالمسلسل ده كانت مهمة وجديدة مهمة جدا أن أستاذ تامر محصن وكانت عنده يعني متابعة الموضوع أدرس الموضوع أعمال ريسيرتش على الإدمان كان مركز جدا وكان عاي حابب يعطي نظرة كما قلوا ثري دامانشنز ما كانش حابب يشد في الكليشي المخدرات اللي كما نعرفوها في العديد من الأعمال كان يحاب يروح إلى علاقات الإنسانية بين الناس تأثير الإدمان على المحيط على محيط المضمن مش المضمن فقط صحيح تعامل تعامل الناس اللي ما عنداش دراية بالإدمان تعاملها يكون يعني كيفاش مع إنسان مضمن تقبل المجتمع على الإدمان طريقة التخلص من الإدمان يعني كلها أشياء اللي هي في سياق درامي تخلي المتتبع يستمتع بالدراما لكن في نفس الوقت يتعلم أشياء أثر عليك نفسيا العمل مهم جدا لأنه العمل وأهم رسالة فيه هو التسامح وأنه نقبل بعض نحن نفهم أنه أحيانا في ظروف معينة الإنسان ممكن يتعدى بفترة يضعف فيها يلقى نفسه في وضع ما كانش يتمناه ولا يحب يصله وتخلي الإدمان لكن في الآخر لازم تكون التسامح لازم يكون موجود في المجتمع بين الناس وأهم شيء أن نساعده بعضنا عشان نتعدى المصاعب اللي ممكن أي واحد فينا لازم يتعرضها فطبعا كممثل تعلمت أشياء مكنش نعرف على الإدمان يعني وفهمت أكثر اللي هو مرض أكثر منه يعني يعني أعيب أكثر منه طبعا فلا كان عمل درامي لكن في نفس الوقت عمل على الصعيد الإنساني أكيد شبعك كتير وهذا من الكتابة أيضا مريم نعوم اللي قامت كتابها حلو برشة وطبعا الإنتاج العادل جروب اللي في السنوات الأخيرة يختاروا دراما مختلفة يختاروا دراما اللي يكون فيها في نفس الوقت كما سجن الناس يكون فيها ميسج مختلف نعم السنة ناطرين نالي بسقوط حر إن شاء الله جمان حيكون عمل جيد بدأ أحكي عن أريد رجلا هالعمل هالمسلسل من جزئان كيفك بالمسلسلات الطويلة يعني 60 حلقة أو 90 حلقة أو 120 حلقة كان عندك تجربة هي كانت أول تجربة هتكون الأخيرة ولا ممكن تغييدها في الأول ما كانتش فكرة تجربة 60 حلقة ما كنتش نفكر فيها بصراحة إنه ستين حلقة أحيانا المتفرج يمل تبقى روتين والأحداث هي هي لكن لما بطول عرفة المخرجة عرضت علي السيناريو شديد جدا بالورق بالسيناريو وكان فكرتي تغيرت لأنه أحداث موجودة على طول علاقات إنسانية حلوة جدا فما ترددتش لقبول العمل بتعيد التجربة؟ مش عارف يعني أنا دايما ما نقولش لا على شيء لكن في الآخر متعبة؟ فنيا متعبة؟ أطول طبعا أطول في التصوير وكنت نصور في نفس الوقت تحت السيطرة 24 قرات وحتى أنت كممثل تبقى بدور هل قد فترة طويلة مزعج للممثل؟ أنت وشخصية الممثل أنت واختيار الممثل في الآخر أنا نحبذ أني ما نكونش موجودة دراما طويلة لكن العمل كان مختلف وكان جذب لكن في المستقبل ما وهذا كان من أحلى الأعمال يمكن لعملتها الراحل يميرنا المهندس يعني عملت دور جدا حلو وهي إنسانة يعني إنسانة محترمة جدا مهمة جدا علاقتنا كانت يعني كانت علاقتها بالناس الكل في الكرو مميزة جدا وما حسناش في أي يوم الأيام أني كانت عندها وهي صديقة أصلا كانت جدا مقربة والله يرحمها والله يرحمها بدي روح على تونس أنا وياك وعملت أفلام طويلة في البرنامج ولا نخرج من البرنامج؟ لا يريد بدي روح على تونس ونحكي عن أفلام تونسية قمت فيها وأيضا دراما تونسية قدي بيحز هيك بقلبك وبتحس بيغصة أنه هل قدي عملت أشياء حلوة بالتونس ومنشفت عربيا وضلت محصورة بالمحلية التونسية لا أسباب عديد يمكن التوزيع ما في توزيع لدراما التونسية لو أولى الأفلام أيضا عائق اللهجة بيلعب دور عندك غصة على هالموضوع؟ ما نقول لش غصة لكن طبعا أتمنى أن الأعمال التونسية يشوفوها أكبر عدد ممكن من الناس في العالم العربي لأن فأما أعمال مهمة جدا في المسرح ولا في السينما ولا في التلفزيون لكن صحيحة للدستروبوشن يعني المسلسلات التونسية والأفلام التونسية ممكن ما تسافرش كثير للعالم العربي ممكن نقاها في جنوب أوروبا في فرنسا أكثر من نقاها في العالم العربي فما ممكن أن اللهجة مختلفة اللهجة ممكن الناس مش متعودين عليها في الشرق الأوسط لكن الآن الحاجة هذا بداية يتغير خصوصا من في الفترة الأخيرة يعني ظهور مغنين ولا كي مقولوا الأرب آيدل والليكس فاكتور اللي يخليه فما يعني تالنت من العالم العربي من شمال إفريقيا وشرق الأوسط كلهم معظم فالمشاهد بداية تعود على اللهجة المغاربية الآن فما أفلام تونسية مؤخرا أفلام تونسية عم تشارك المهرجانات ورائعة في بيرلين مؤخرا وفي مهرجان دبي لكن إن شاء الله في المستقبل سينما تونس عن جد سباقة ورائعة بالأفلام عم تقدمها وبالمشاركات دراميا ماذا ينقص الدراما التونسية بنظر شخص عايش للدراما التونسية عايش للدراما الأوروبية وأيضا العربية هو التوزيع أكثر منه التوزيع والإنتاج يكون الإنتاج من الأول فيه نية أن يكون فيه توزيع عربي يعني ممكن يكون مسأسل تاريخي الفصحة هي مفهومة في العالم العربي لما لا إنتاج أعمال بالفصحة من تونس الترويج للعالم العربي يعني أنت بتشوف أنه التأثير هو من الترويج ليس فقط مثلا المواضيع السيناريو الكوادر الفنية الكوادر العام في مصر لا فنين الآن فنين ممثلين ما شاء الله ممثلين توانسة موجودين بكثرة حتى في العالم العربي يعني التاند موجود لإخراج شوق الميجري الآن ويصور في مصر وفهم مخرجين مهمين آيدا في تونس فالنس الأشكال الأول الرهف طبعا النس الأسه هو دي يعني مشكلة موجودة عامة يعني لكن التوزيع أو التوزيع وفكرة إنتاج عمل أن يمكن يسافر للشرق الأوسط مثلا أنا فكرة أن يكون عمل تاريخي في تونس عمل تاريخي يتصور بالفصحة كأي عمل تاريخي يتصور في سوريا ولا في لبنان ولا في مصر يمكن يكون ليه طريقة للتوزيع في العالم العربي لأن الفصحة هي لغة بذل النسكورد ممكن شوفك عم تنتج هيك عمل؟ لا عم تخرج هيك عمد؟ الاكتساب التمثيل لا هلأ بعرف أنا أنه شيفرد دافنشي عملت فيه مشهد أو بعرف كم مشهد مشهدين مشهد وكنت مبسوط وشيلو لك وشيلو لك هالمشهد هلأ أنا عندي اقتراح بدك اتوسط لك عند خالد الصاوي وليلة علوي ونعمل لك مشهد به ودافنشي هيك في دافنشي في الموضوعين يريد يريد يلنا نكلمهم طيب هكلم لك لا إله علوي بس شالله كمين ما يحسفو لك المسبب يلنا نصوره بعدين نشوف ولو أحذفه بعد حلم التمثيل جاء بعد توقف خليني أقول برضاك أو عدم رضاك حلم عدم رضاك الكرة القدم هيك فجأة وقفنا كرة القدم انصبنا طلعنا منعرف المثل وعننا حلم جديد وحلم تاني فجأة خبرنا لا هي بداية كانت طبعا لما لما كملت مشواري في كرة القدم كانت ظروف خاصة خلتني نبتعد على الكرة ما كانش الاختياري كانت فهم سوء تفاهم على الفريق اللي كنت نلعب معه بعدين إصابة كله على بعضه كله على بعضه بتعدت على الكرة لمدة سنتين وبعدها الروح كما نقول الباشن اللي كانت موجودة للكرة راحت فبتديت نفكر في شيء آخر اللي أنا نكون مغرم به يعني نحبه من قبل كنت نفكر في التمثيل نحب التمثيل لكن بما أني كنت لاعب كرة القدم ما فكرتش فيه أني نكون محترف في التمثيل بنفس الوقت فلما الفرصة أوتاحت ببتديت نحاول ندخل ميدان التمثيل اشتغلت حتى مساعد مخرج تالث وتعذبت كتير ممكن لمدة سنة ونصر حملت كبية الماء الماء طبعا والكلاب ونظمت وعربي وعملت كل حاجة لكن كان التجربة مهمة جدا لأنه تعلمت من مكان التصوير شفت ناس تمثل وفهمت الإخراج شنوه فريق التصوير شنوه الكتابة ايه فكان مهم جدا التجربة كانت مهمة جدا وبعدها اتقلت هو الوقوف وراء الكاميرا كتير أهم من الوقوف أمام الكاميرا تتابع وتشوف تتعلم التجارب الناس اللي أمامك مهم جدا أنك تتعلم لأنه من وراء الكاميرا تشتعل مع ناس عندهم حرفية عندهم تجربة أكثر منك فمهم جدا أنك تسمع لو ما صار عندك هالإصابة ولو ما اختلفت مع فريق الفوتبول اليوم وينكنت هو كان الطموح الأول لأنه كان لعب كرة القدم ممكن الآن أي فريق مثلا ممكن الآن ممكن مدرب في فريق الآن مدرب أكيد عديت مرحلة اللعب عديت مرحلة اللعب أي فريق مثلا كنت تطمح أو تحب أو عينك على طبعا أنا كنت يعني من 11-19 سنة من فريق ترجلية تونسي بعد لعب ترجلية جيرجيس في القسم الوطني في تونس فطبعا نكون يعني لو فريق في تونس أكيد الترجلية تونسي عالميا مثل ما ذكرت بأول بأول اللقاء أنه ببلشوا محليا عربيا وبينتقلوا دائما فنانين كثير قاعدوا محلك بيقولوا أنه حلمون العالمية شو أخدت من العالمية وشو أخدت منك الشعور بالشهرة ببلدك بوطنك بمحل ما أنت بتنتمي تنتمي قدي ألز وأحلى هو التجربة في العالم الغربي مهمة جدا وأنا تعلم درس تمثيل في إنجلترا وبعد وتجربة عملت تجربة عديدة هناك في التمثيل فالحرف هي طريقة التمثيل طريقة يعني بناء شخصيات تعلمت التمثيل هناك فتجربة مهمة جدا واستفدت منها جدا واشتقلت مع ماثلين مهمين جدا اللي الحضور معهم أنك تشوفهم في التصوير تتعلم منهم فهذه تجربة مهمة جدا لكن طبعا الانتماء والعمل في العالم العربي مهم جدا كما قلنا كما قلنا في الأول هو فهما حاجة قريبة كما أنك تكون في عمل عائلتك تشاهد وأصحابك يشاهدوه ويشاركوك ويشاركوك الفرحة فهما مهم جدا ومختلف جدا عندي أربعين ثانية بدنا نحكي عن أبو شنب أول مرة بالسينما المصري أو الفيلم أو الفيلم إن شاء الله يكون في العيد بعد رمضان هو فيلم عاصمة أبو شنب مع اسمين عبد العزيز إخراج أستاذ سامح عبد العزيز وهو فيلم كوميدي دور ضابط لكن في إطار كوميدي أنت كوميدي هتكون الفيلم كوميدي أنا الله وعلا إن شاء الله هتكون كوميدي بس ناطرينك ظافر عبدين برمضان بمسلسل الخروج كل التوفيق أكيد بكل مسيرتك إن كان بأوروبا إن كان بتونس وإن كان بمصر وإن شاء الله النجاح بالدول العربية ما ياخدك من النجاح برا إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك ضابط العبدين شكرا لك